أكد المدير العام للعصرنا والأرشيف والوثائق بوزارة الداخلية والجماعات المحلية عبدالرزاق هني أن الداخلية ستفرج عن بطاقة تعريف السيارة الإلكترونية في مارس 2017 مشيرا إلى هذه البطاقة ستكون مؤمنة وغير قابلة للتصوير حيث من المقرر أن تطلق الوزارة رخصة السياقة بتنقيط البيومترية عند مطلع السنة المقبلة وبذلك تكون الداخلية انتقلت من إنتاج جواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف البيومترية إلى استخراج البطاقة الرمادية الإلكترونية ورخصة السياقة البيومترية الإلكترونية والتين ستكونان عبر الأنترنت من دون إداع أي وثيقة أو التنقل إلى الجهات الإدارية المختصة مع استغلال نفس المعلومات الشخصية بجواز السفر أو بطاقة التعريف البيومتريين